عزيزي الجمهور بحب تجهلكم رسالة صغيرة اجاني سؤال كيف خلي قطتي تحبني فالأمر بسيط كتير بمجرد انك تأدي فروض الطعب تامة لطابة الفرو بطريقة ما انت بتكسب رضاها او خلينا نحكي بشكل جدي اكتر بمجرد تترك قطتك مرتاحة ببيتك او بممتلكاتها انصح التعبير فتلقائيا رح تحبك وبالذات لو توددت الها بدون مبالغة توصل حد الازعاج لا اعطيك مسار صغير في مناطق محددة بجسم المياو لو تعاملت معه باللمس رح تخلي القطة شبه متخدرة من المتعة مثل الخدود والرقبة وبين الاكتاف وياك تلمس الذيل ومنطقة البطن اياك تحزير شديد اللهجة ومو غلط تمشط شعرها لان هي بتحب هيك هي قالتلي وكمان انقدمت لها التريتس والاطعمة اللذيذة اللي بتحبها وبالذات لو كانت بمواعيد محددة رح تلاقي المياو منتظرك بفارغ الصبر ضمن المواعيد المحددة كرمال تحصل على وجبتها المفضلة بالاخص اذا كان المواعيد بعد الساعة 12 بالليل والاهم انقدست روتينه اليومي ومواعيد حياته لان القطة كائن روتيني جدا وبيحب الروتين وبينظم روتين حياته على هوا وليس على هواك باختصار عزيزي المدمن على القطة هلا اموره صارت كتير كيوت وحلوة فاذا حابين تعرفوا شو صار برمشي وين صار وكيف صارت صحته قريبا رح نعمل عنه فيديو كامل انا متحمص كتير عفكرة لحتى اعمل فيديو عن رمشي فاذا انتم متحمصين مثلي عطوني خبر اشتركوا في القناة